اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بطبيعة القرآن لأن المنهج كان القرآن الكريم لكن لما تأتي للآيات التي تحدثت عن الجنة والتي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وشرحها لهم وربهم عليها ترى عجباً عجاباً ترى كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال آيات القرآنية تحدثت عن أبواب الجنة عن درجات الجنة عن أنهار الجنة عن طعام الجنة عن لباس أهل الجنة عن رواحح الكريمة لأهل الجنة ولا خطر على قلب بشر وقال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وكان السبب في هذا المقام بيّنت الآيات ورسول صلى الله عليه وسلم بيّنها للصحابة رضو الله عليهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون الأبواب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث أصحاب بالآيات القرآنية جنة عدن يدخلوا لها ومن صرح من آبائهم وأزواجهم وضرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار هذه جاءت الآية لما تحدثت الآيات عن أولي الألباب الذين يفون بعهد الله ولا ينقذون المثاق ويصلون ما أمر الله بها أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صابروا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صرح من آبائهم وأزواجهم وضرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب حدث أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الجنة بقامات درجات من أين بيّن ذلك؟ من خلال الآيات القرآنية لأن المنهج الذي صار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو البيان هو التوضيح والشرح وتربية الأصحاب على الآيات القرآنية من كان يريد العاجلة عجّنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة حدد الهدف الآخرة وسعى لها سعيها الهامل والجد والاجتهاد وهو مؤمن الإخلاص لله سبحانه وتعالى فأولئك كان سعيهم مشكورة انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم من خلال الآيات القرآنية عن أنهار الجنة عن أنهار الماء عن أنهار اللبن الذي لم يتغير طعمه عن أنهار الخمر اللذة للشاربين عن أنهار العسل المسطى فهذه الصور العجيبة وأنهار المياه الصحابة رضو الله عليهم يعني نقالهم عليه الصلاة والسلام من خلال حديث القرآن إلى أبواب الجنة إلى درجات الجنة إلى لمثيلة لها إلى أنهار الجنة أنهار من لبن أنهار من عسل أنهار من خمر لذة للشاربين ولهم فيها من كل التمرات يعني عاشوا بعقولهم بقلوبهم بوجدانهم في أوساط الجنة فأصبحوا كأنهم يرون الجنة وكأنهم قد دخلوا فيها وكذلك حديث عن النار عليه الصلاة والسلام يولد لهم خوف وضعب وخشية من الله سبحانه وتعالى وكذلك هذا الحديث عن الله من خلال أسماء الحسن وصفات العلا يولد لهم محبة لله سبحانه وتعالى فأصبحوا من الخوف بين الرجاء بين الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى أيضا قصور الجنة تكلمت الآيات عن قصور الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قال حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام تبين عليه الصلاة والسلام الخيمة درة مجوفة قال عليه الصلاة والسلام طولها في السماء ثلاثون ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف بعض أشجار الجنة سدرة المنتهى عندها سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وأيضا شجرة طوبة لما بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم مسيرة الراكب مئة سنة وهو الراكب الجواد حتى يقطعها وأن ثياب أهل الجنة تأخذ من أكمامها أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم عن نعيم أهل الجنة لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار لما تكلم الله سبحانه وتعالى على أصول الشهوات لما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطير المقنطرة من الدهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وبالتالي الآيات القرآنية أصورت الجنة التصوير عظيم واللي يحدث في الصحابة ويخاطب فيهم ويعلم فيهم هذا المعتقد في نفوسهم يغرسي في نفوسهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حتى أن يعني لما يا أهل الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينادي يا أهل الجنة يقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك فيقول هل تريدون شيئا أزيدكم فيقول لهم أحل عليكم ورضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا أتمنى عندي سؤال الشيخ علي كيف تثبت الجيل الجديد على التعلق بجنان الله الواسعة من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن ما ذكره القرآن الكريم في آيات كثيرة حول الجنة مثل ما تفضلتم فضيلة شيخ علي وما بينته السنة النبوية المشرفة كل ذلك بصراحة لدفع الإنسان المسلم نحو المزيد إلى الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى والنيل من نعمائه وبخاصة المتمثلة في الجنة وبتالي هذه الآيات كلها دوافع قوية جدا لدفع الإنسان المسلم نحو الخير من جانب التبشير الذي له تأثير كبير جدا ومن هنا حقيقة هنا فيه إشارة إلى أهمية الدعوة بالمبشرات والمبشرات في القرآن الكريم أكثر بكثير من المنذرات فهذا بالتأكيد يدفع جيلنا إلى المبشرات في كل هذا المجال ولكن حقيقة توجد في هذا الدين العظيم ميزات لا توجد في أي دين آخر ولا في أي نظام لأن الأنظمة البشرية أو حتى الأنظمة الدينية في معظمها ولا سيما بعد التحريف إما أن تركز على جنة الدنيا فقط أو على جنة الآخرة الأديان معظمها في السابق كان تركز على جنة الآخرة والأنظمة الوضعية الرأسمالية تركز على جنة الدنيا هذا الدين له كفتان ميزانه يحاول أن يحقق الجنة للإنسان المسلم في الدنيا بالعزة والكرامة والغفاهية والمحسنات وكل شيء وكذلك جنة الله في الآخرة وهذا توازن غريب ولذلك القرآن الكريم حينما يوازن بين الدنيا والآخرة يستعمل كلمة الخير والخير اسم تفضيل يعني الآخرة أفضل من الدنيا ولكن الدنيا من حيث هي ليست شرة وإنما حتى الآخرة وجنة الآخرة نحن نصل إلى جنة الآخرة من خلال أعمارنا في الدنيا ولكن وزن هذا كفة هذا أثقل هذا ميزان مهم جدا ويحقق هذا التوازن في نفسه ولذلك دائما دعاء القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكانت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تسير على هذا التوازن في تحقيق المعادلة الحقيقية في الدنيا والآخرة ولكن مع أهمية القصوى للآخرة الميزان الثاني مهم جدا في هذا المجال وهو أن قضايا الجنة وقضايا الآخرة ميزانها مختلف عن موازين الدنيا فعالم الغيب ميزانه يختلف فلذلك لا يجوز للإنسان أن يتعامل وأن ينظر إلى الآخرة وما ورد في الكتاب الكريم والسنة النبوية المشرفة بميزان الدنيا يعني مثلا في الدنيا حينما يأكل الإنسان لا بد أن لا مؤاخذ يذهب إلى يعني قضايا حاجته في الآخرة مختلف في الدنيا أكبر إنسان لوضع في النار دقائق معدودة خاصة النار الملتهبة تنتهي في الآخرة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ولذلك موازين الآخرة تأخذ من الشرع فقط ولكن العقل هنا يصل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحينئذ حينما يصل الإيمان إلى الله يستسلم ما يقوله رب العالمين أيضا بالمناسبة ولذلك وقع بعض الفرق في خطأ كبير جدا وهو مثل المعتزلة لما قاسوا عالم الغيبي بعالم الشهادة هذا حقيقة مهم جدا أن نلاحظ ونراعي هذه الموازين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يحقق لنا جنة الدنيا وجنة الآخرة إن شاء الله بارك الله فيك وجزاك الله خير تعليق الدكتور فضل على كلام الشيخ علي وإضافة من عندك بسم الله الرحمن الرحيم القرآن من أول إلى آخر يريد أن ينشئ قاعدة بيانات قاعدة بيانات عند الإنسان المؤمن قاعدة بيانات عن الله قاعدة بيانات عن الرسالات قاعدة بيانات عن الغيب قاعدة بيانات عن البعث والجنة والنار والنشور ما هي قاعدة بياناتك عن الله من خلال قاعدة بياناتك عن الله سبحانه وتعالى وتفعيلها في حياتك تستطيع أن تغير أن تنطلق أن تعمل أن تتعامل مع هذا الكون ما هي قاعدة بياناتك عن الجنة وما هي قاعدة بياناتك عن الأعمال التي توصل إلى الجنة هذه وضحها القرآن بشكل واضح وجليل وركز على الجانبين على الأعمال القاصرة والأعمال المتعدية الأعمال الشخصية على الأعمال الشخصية وعلى الأعمال المتعدية في سورة هل أتى على الإنسان حير من الدهر يصف الجنة ويصف أغصانها الدانية ويصف فروشها حتى الخدم حتى الخدم يصفهم وكأنهم لؤلؤ يعني كاللؤلئ المنثور ويصف اللباس وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرة على ماذا؟ قال في أولها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه شوف البعد المجتمعي النظر إلى الشرائح الضعيفة مع الإيمان والإيفاء بالنذور ما عد الله لأهل الجنة؟ في المأزق الهلوع والمخارج الثمانية في سورة المعارج في سورة المعارج ذكر وختمها بالجنة وختمها بالجنة وختم في سورة المؤمنون بالفردوس والفرق والله تعالى أعلم أن الأعمال التي في سورة المؤمنون أعمال نوعية لذلك بدأها بالخشوع ولذا قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون هناك قال الذين هم على صلاتهم محافظون لهم على صلاتهم دائمون من الديمومة والمحافظة أو من الثبات وعدم الحركة فيها من الماء الدائم ولكن ذكر شيئا نوعيا في سورة المؤمنون وهو قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون قدمها قبل الأمور من الزكاة وقبل حفظ الفروج ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوسة هم فيها خالدون فإذن هناك ارتباط بين الأعمال الشخصية والأعمال المتعدية كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج القرآن الكريم هو بيان ذلك للاقتصار على جانب معين من الجوانب وارك الله فيك وجزاك الله خير الدكتور فضل الشيخ محمد قبل الحلقة اتكلمت كلام جميل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه مع أصحابه وذكرتكم بعض المواقف فلو ذكرت أنا وذلت عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزهد أصحابه في ما هم فيه من أمر الجاهلية وما كان عليها أهل الجاهلية من التفاخر بالأساب والأحساب والتطاول في الدنيا وجمع طامها بالربا والغارات والظلم وغير ذلك وهذا يقضي أن ينتزع شيئا من أيديهم كانوا يعيشون فيه ويعيشوا عليه أباؤه وكان محلا للتفاخر والتمادح فلا بد أن يجعل البديل فكان يصف لهم الجنة ويشوقهم إلى ما فيها فكان بديلا عن ما في أيديهم وكان هذا دائما في صيرته في تربيته لأصحابه ودما جاءه كيدر يدومة الجندر جاء به خالد من الوليد جاء الصحابة يمسون لباسه ويعجبون من هذا الحرير الذي يرمسه قال أتعجبون من لباسه فوالله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وكذلك عندما يذكر لهم هذه المناديل المناديل فكيف يباللباس عندما قال لهم لموضع سوطي أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها هم أخرجوا من ديارهم وأموالهم تركوا مكة لله سبحانه وتعالى فقال لهم هذا شيء يسير ولذلك أنا ألحظ في خاتمة سورة النبل أن الله قال قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها البلدة أضيفت لله وحرمها الله هذا تعظيم لكن قال وله كل شيء الأرض كلها الله لا تختص بهذه البلدة وله كل شيء في وصف الجنة أيضا حكمة أخرى بالغة جدا هي أنها في القرآن مثلا في سورة الرحمن وسورة الواقعة نجد جنتين علياين ومن دونهما جنتان ووصف ما فيهما متباين بالكل يتباينا عظيما فضل كبير للفردوس الأعلى بكل ما فيها ودونها الجنة الأخرى وهذا الفضل قصد به في ما أرى والله أعلم أننا في حال الترغيب في السمو إلى المعالي نذكر الفردوس الأعلى ونذكر هذه الدرجة العليا وعندما يكون الإنسان معذورا وعندما يكون عاجزا لا نقنطه أيضا فنذكر لهما في الجنة التي دونها فكل على خير ولذلك إما أن يكون من المقربين وإما أن يكون من أصحاب اليمين وكل خير لكن بون شاسع وكان يقول لهم إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة كما تتراءون الكوكب الدرية في السماء من تباعد مناسلهم وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم ما فيها من القصور التي وعدت لأن الله عندما أخرجه وأهل موكة وأهل الطائف وأذوه قال تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبعنا بالرسول صلى الله عليه وسلم دكتورا والدين نريد أن تعلق على ما سمعت وتضيف بارك الله فيكم جميعا أن تعليقي في الحقيقة تعليق جمعا بين السيرة والجنة وقعنا الآن في موضوع الكرامة كما قلنا نبي صلى الله عليه وسلم أصل معنى الكرامة في الصحابة بناء على الآية الكريمة ولقد كرمنا بني آدم والمسلمون جزء من الآدمية هذه الكرامة هي وصف الإنسان في مكانته وظيفته في هذا الكون أنه حر أنه مسؤول أنه مكلف مأمور مكلف بعمارة الأرض مكلف بالإيمان بالله تعالى هذه الكرامة هي كرامة الإنسان وكرامة الشعوب وكرامة الأمة وكرامة الإنسانية ولذلك جاءت الكرامة منوطة بالآدمية نسبة إلى أبينا آدم هذه الكرامة في الدنيا وهي أعمال ومسارات وتربية واستحقاق وكرامة رزق كرامة عمل كرامة تعليم كرامة استقلال كرامة سيادة هذه الكرامة ارتبطت بكرامة الجنة ولذلك سميت الجنة بدار الكرامة جزاء وفاقا فمن كان في هذه الدنيا كريما مكرما بناء على كرامة الله عز وجل فهو في دار الكرامة يوم القيام وهذه الكرامة التي هي تكليف في الدنيا هي أصل في الخلق ولذلك عندنا ثلاث دوائر للكرامة كرامة الخلق والإنشاء في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وكرامة التكليف والابتلاء وهي أن يكون المسلمون أحرارا كرماء بسيادة وبعزة وتمكين وهذه الكرامة الدنيوية باعتبارها عملا وأداء ووعيا وقوانين وسياسة الدول وبرامج تعليم باعتبارها تكليفا أو باعتبارها فعلا إنسانيا تتعلق بأحكام الشرعية هذه الكرامة في الدنيا وهي فعل وعمل ستؤدي إن شاء الله تعالى إلى كرامة الجنة جزاء وفاقة فالكرامة إذن في ثلاث مصارات مصار الخلق ومصار التكليف ومصار الجزاء وإحنا في الخلاصة شوقتنا شيخ علي والله شوقتنا في هذا اللقاء والمشايق شوقونا إلى الجنة إن شاء الله وتشويق الجنة التشويق مش لنا أحنا فقط لأبائنا وأمهاتنا ولأبنائنا وبناتنا وأحفادنا وحفيداتنا وإنت فضيلة الشيخ تبين هذه المداخلات الطيبة والإفادات الدقيقة تذكرت قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء هذه بالنسبة للذرية الأباء والأمهات الأصول الفروع وبالنسبة للزوجية إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكيون هم وأزواجهم في ظلالنا على الأرائك المتكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة إن شاء الله بارك الله فيكم على هذه التعليقات الرائعة والجميلة والمفيدة ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يحشوننا مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك غفيقا اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين تَعَالَ لِسِيرَةِ خَيْرِ الْعِبَادِي لِهَدِي قَوِي مِنْ لِأَكْمَلِ هَدِي تَعَالَ لِنَمْهُوا هَمَّا وَغَمَّا وَنَرْشُفَ نُورًا مِنَ الْوَحِي بَادِي تَعَالَ لِنَرْفَعَ شَأْنَ الْحَيَاةِ بِنَهْجِ الْبِنَاءِ وَفَيْضِ السَّدَادِي وَهَذِي مَجَالِي سُبْلِحِ الْبِلَادِي فَأَنْصِدْ تَفُوزْ بِالْهُدَى وَالْرَشَادِ تَعَالَ لِسِيرَةِ خَيْرِ الْعِبَادِي لِهَدِي قَوِيمِ لِأَكْمَلِ هَادِي تَعَالَ لِنَهُدَى وَالْرَشَادِ